قصة القاضي مع الوصية العجيبة يحكى ان رجلا حكيما كان لديه ثلاثة ابناء وقد اسماهم جميعا نفس الاسم عبدالله لحكمة اصرها في نفسه ولا يعلمها الا الله وعندما حان الاجل توفي هذا الرجل تاركا وراءه ثروة كبيرة ووصية وعندما فتح الابناء الوصية لم يجد فيها سوى هذه العبارة عبدالله يرث عبدالله لا يرث عبدالله يرث فكانت الكلمات مبهمة لا يعلم احد معناها فمن هو عبدالله الذي يرث ومن هو الذي يحرم من الميراث نصحهم احد الصالحين بالقرية ان يلجأوا للقاضي لما عرفه عنه من الحكمة والفتمة ولكن هذا القاضي يعيش في قرية بعيدة عن قريتهم فوافق الاخوة لعلهم يجدون الاجابة الشافية عند هذا القاضي في الطريق وجد الاخوة الثلاثر رجلا في حيرة من امره يبحث هنا وهناك عن شيء ضائع فوجه لهم السؤال هل رأيتم جملا هاربا فسأله عبدالله الاول هل الجمل اعور فاجاب الرجل نعم هو كذلك فسأل الثاني هل الجمل اقطب فاجاب الرجل نعم فسأل الثالث هل الجمل اعرج فاجاب الرجل نعم فسأل الرجل هل رأيتموه فاجابوه بلا استشاط الرجل غضبا كيف تعرفون اوصافه جميعها ولم تروه انكم لسارقون فاجابوه لم نسرق ونحن ذاهبون للقاضي فتعال معنا وقدم شكواك له فوافق الرجل وسار معهم وصل ثلاثتهم للقاضي ومعهم صاحب الجمل وعرضوا شكواهم عليه فما كان من القاضي الا ان قال لهم ان طول الرحلة قد اصابهم بالتعب والراحة واجبة وامر ان يقدم لهم الطعام جميعا وبعد ان جلسوا لتناول الطعام وقد اوصل خادم بمراقبتهم والانصاط لكل كلمة يقولونها وفي اثناء الطعام قال الاول ان الخادمة التي اعدت الطعام حامل في الشهر التاسع وقال الثاني انما نتناوله ليس بلحم غنم بل هو لحم كلب وقال الثالث القاضي هو ابن زنا سمع الخادم هذه الكلمات ونقلها الى سيده الذي بدأ يحقق في كل كلمة فيها ذهب القاضي الى الخادمة التي اعدت الطعام وسألها هل انت حامل فاجابت بنعم ثم ذهب الى الجزار وسأله ماذا ذبحت على الطعام فاعترف الجزار ان المذبوحة هو كلب وجده على الطريق لانه لم يجد اي غنم ليذبح واضاف الخادم ان الولد الثالث قال ان القاضي ابن زنا فذهب القاضي مسرعا الى امه التي انكرت ومع اسرار القاضي اعترفت بانه ابن زنا ابن زنا فعلا جمع القاضي الاخوة الثلاثة وصاحب الجمل وبدأ في القاء الاسئلة عليهم واحدا تلو الاخر لمعرفة من سرق الجمل فقال للأول كيف عرفت ان الجمل اعور اجاب الولد رأيت مكان الجمل وتبين انه يأكل من اتجاه واحد اي انه لا يرى الجانب الاخر فعلنت انه اعور فقال للثاني كيف عرفت ان الجمل اقطب اجاب الولد ان من عادة الجمال اثناء اخراج الفضلات تحريك الذيل يمينا ويسارا مما ينتج عنه تناثر للفضلات الا انني رأيت فضلات الجمل مجمعة في مكان واحد فعلنت انه اقطب فسأل القاضي الثالث كيف عرفت انه اعرج فقال من خلال الاثار الموجودة على الرمال علنت ان احد رجليه بها علة وهنا استنتج القاضي بانهم لم يسرقوا الجمل وانه على صاحبه ان يبحث في مكان اخر عن سارقه وبالفعل انصرف الرجل ولكن القاضي ابقى عليهم ليعرف منهم الاجابات على ما نقله له خادمه فقال للاول كيف عرفت ان الخادمة حامل فاجابه ان الخبز المقدم اليهم كان سميكا من اتجاه ورفيعا من الاتجاه الاخر نتيجة لعدم التحكم من فرده ولا يكون ذلك الا من حامل وسأل الثاني كيف عرفت ان المذبوح كلب وليس غنم فاجابه ان لحوم الابل والغنم والبقر تكون عبارة عن عظم ولحم وشحم الا الكلب فيكون عظم وشحم ولحم فقال للثالث كيف عرفت ان ابن زنى فقال له لانك ارسلت من يتجسس علينا ولا يفعل ذلك الا ابن زنى فاجابه القاضي ولا يعرف ابن زنى الا ابن زنى لذلك انت عبد الله المحروم من الميراف لانك ابن زنى موسيقى